اشتركوا في القناة والبهجة والرأس وكل أنواع الفن بتتقدم له الشعب العظيم فعلاً اليوم بصرني وبشرحني بهذه الحلقة أنه نتعرف على المهرجين اللي صار بقرنايل مع ضيفي الكابتن مروان الأعور رئيس بلدية قرنايل أهلا وسهلا فيك معنا أهلا وسهلا فيك تحياتنا لحضرتك تسلمي أنا بتشكرك على هالمقابل وبتشكر تليفزيون NBN لإستضافتي شكراً شرفت شكراً لإلك وتحية من بيروت لقرنايل أكيد طبعاً ولأهلا وللكل وللكل طبعاً ولماكنا الأعلى ولبنان كله مثل ما كلتي لأنه نحن ما نعيش ببهجة بلنا نعيش ببهجة واللبنان بيلبقله واللبنان بيحب الفرع هيدا الشغل الحلوى وهيدا اللي لمسناها يعني بظل الظروف الصعبة أستاذ مروان بظل كل التحديات اللي قطعنا فيها إن كان عم نحكي اليوم ظروف صعبة اقتصادياً وصحياً وأمور كتير هيدا صحياً أقوى من الاقتصادياً صح كرسحتنا كلنا الصحية طبعاً كرميل هيك اليوم قرنايل كان إلا حصة كتير كبيرة إنه ترجع تعمل النسخة الثانية من المهرجان نعم بداية أبل ما أبلش بالمهرجان وكيف كان اليوم حضرتك كابتن طيران لمدة قدي من العمر قضيت بالجو خليني أقول أربع وأربعين سنة بالطيران بالمدل إيست إيرلانز ما ترك طيران شرق الأوسط أربع وأربعين سنة أحيان أحيان كان يسكر مطار بيروت لأسباب أمنية كنا نشتغل مع شركات عالمية ولكن أغلب الشغل كان على طيران طيران يعني طيراننا تروح تشتغل حلو فهل يوم هيد النقل من الجو خليني أقولوا كل بلدان العالم وصونا لقرنايل وحضرتك رئيس بلدية اليوم أدي هيد الجولة واليوم بعرف كل كابتن طيران بيكون عم بيسافر من بلد لبلد وحامل على بقلبه خليني أقول هيدا البلد الغالي عقلوبنا أدي هيدا أضاف لحضرتك اليوم تعطي لبلدية قرنايل وللمهرجانات للناس تفرح نعم تسلمي هيدا سؤال كير حلو أضاف وأخذ أضاف كتير أنه عرفت العالم كيف بتتعاطى مع الأمور وللأسف أنا بشوف بالطيران الأبيض أبيض والأسود أسود أي ساعة اللي بشوف رمادة لفوه بالعلم نعم بالعرب المشابر صح وأول واحد هو قائد الطائرة صح فريقه صح بالبلديات لقيت شيء مختلف تماما في كتير رمادة في كتير رمادة في كتير مراعاة ظروف في كتير مراعاة حالات أخذ مني كتير أخذ مني شوي من صحتي لأنه أنا ما بتحمل عندي دمير حي ما بيقدر شوف شيء غلط بدي صالحه ولأنك لبناني صح بتحب أنك تفرجي دايماً الأبيض وما في حل واسدين يا أبيض يا أسود اليوم شفنا الأبيض كتير يعني تاني نسخة من هيدا المهرجين وهيدا وجودنا اليوم بهيدا اللقاء لحتى نعرض للناس جو بالزبط هيدا الشيء سعينا له نحنا سعينا له السنة الماضية بلشنا نحنا قرنايل مشهورة بمعاصر العنب كانت منتوج العنب بقرنايل شيء رهيب جداً للأسف بخلال هالحرب الطويل اللي صارت ما عاد اللبناني يهتم كتير بالزراعة بجبل لبنان أكتر من غيره يعني بالجنوب وبالبقاع وبالعكر اللي هتموا أكتر أكتر بكتير جبل لبنان كانوا قليلين الخاصية شوية اللي يمكن عايشين بيكمفورت أكتر بيكمفورت زون مرتاحين أكتر بس هاي الأزمة اللي قطعت خلتنا ما بقى حدا يعيش بالكمفورت زون بزر كلنا ننطفد ونطلع مية بالمية قررنا إنه نعمل مهرجان المعصرة فيه شباب بتضايعوا تعيونت أنا وياهن كبلدية تعيوننا معهم شباب خيرين بيشتغلوا كتير عندهم حماس عائلات يعني رجاله مرته ولاده كنا مشاركين بهالهيقة سميناها هيئة مهرجانات قرناية بلشنا بمهرجان المعصرة كان السن الماضي بتشرين أول لأسباب العنب إنه ننطر العنب ليستوي لنعصره ويعملوا دبس كانت برعاية سعادة محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي وكتير كان مهرجان حلو كان مهرجان فني شوي فيه معرض طبعا كل المهرجانات فيه معارض ونهايته كانت زيارة طويلة طويلة حلوة إذا كانت زيارة رحنا على المعصرة معصرة وهونيك كان عنا تسع معاصر بعد عنا تناين للأسف للأسف ومعاصر قديمة كتير يعني الخلقين مثل ما بيقولوا طبعا المعصرة وهو صخرة واحدة بيجي صخرة واحدة شي مترين ونص وغمقه شي مترين بحطه فيه العنب وبيولعه نار تحته تاريخ تاريخ عريق يعني بعدين صح قبن عن جد صح لذلك أطلقنا شعار لإلنا إرث وتراث من هوني بلشنا فيه إرث وتراث بدنا نحمل هالكلمتين هاو على طول ونحن كمان عنا بتراثنا في عنا كتير أثرات بقرناية اللمعية وأثرات رومانية وأثرات حديثة يعني كان عنا واحد فرنسيوي إجا عمل معمل بيسموه معادي المورج واحد ميستر مورج فرنسيوي هو عمله فهودي كلهم بأسروا على الضائعة عملوا خلقوا جاوا بالضائعة وعملنا هلق منوصلة الموضوع كيف وصلنا له نعم مية بمية حتى عم نشوف بالصور نحن والمشاهدين يعني من أجواء المهرجين اللي حصل بأب هلق نحن من 17 لعشرين لعشرين يعني كان برعاية معاه للوزير نعم وليد نصار وزير سياحة ما أجى أجيت المدير العام مشكورة على ما أجيتها على قرنيل وكانت كتير مبسوطة وارتاحت للمهرجان كنا منتمنى أنه يكون عندهم ميزانية يساعدونا ما ساعدونا بشي للأسف يعني حالة البلد يمكن ميزانيات لمهرجانات محدودة ما فيه يمكن لمهرجانات كبيرة بيعطو ما بعرف على كل على كل الواحد بده يبلش هو ببلده شوف شو ميزات ضيعته بلده لحتى يبين أكتر وأكتر واليوم بقرنيل متى ما حضرتك قلة قرث وتراث بحد ذاته وهذا الشيء يتفرجون لكل الأجيال وحتى الأشخاص اللي توجهوا استاذ مروان على قرنيل يمكن كانوا من أول الناس يمكن بيزوروا ما بيعرفوها قبل مهرجان قدي بهم أهل الضيعة أكتر ناس عم تجي عندهم عم تتعرف أكتر على هالقرث والتراث هذا المطلوب نحنا عممنا الدعوة يعني كان فيه دعوة فجأت حطينا 200 كرسي أول مرة طلعوا 200 كرسي ملينين والعالم ويقفي دعمناهم 200 كرسي وبعدهم العالم ويقفين تاني يوم كانوا 700 كرسي وال700 كرسي ملينين والعالم بعدها ويقفي بس ما عدنا جبنا كراسي لأنه خلص تو متش أحكلك أول يوم عملنا شيء كتير حلو طبعا يليق بوصول بمعالي الوزير يعني أكيد جبنا عملنا أول شيء الماء الشو بيسموه الزفة اللبنانية اللي قدمه شادي الأعور هو من كرني بل طبعا مجانا شكرا محمودا عليه عنده فرقة كتير حلوة فرقة المجد عمل استقبال للمدير العام وعمل تحيي للكل كان كتير حلو بعدين كانوا الكلمات تقليدية المملة عادة اللي بيزهقوا الناس لأنه بيكونوا بدون يبلشوا بالبرنامج الحلو أنا لجأت للمكتي لأنه المقدمة طبعا البرامج الإعلامية ريمة الأعور من كرني هي من بتشتغل براديو لبنان بإيزاع اللبنانية بالأحرم عم تقدم كرني بقالة أرناهيل فرئيس الاتحاد قال لي شو بتعلمنا نحكي بالقاف وهي حكت بالقاف كنت لوكي كرمال هيك أنا كتحريصة من البداية واصل الدول أول ما طلعت بيروح النكتي قلتل لهم ولو يا ستريمة يا أستاذ ريمة كرني كرني فكل كانوا مبسوطين أنه في جو جو المرح والفرح هذا المطلوب طبعا جعلنا هون كلهم يكونوا مبسوطين وكانت هلق بعض الكلمات الكونسيرباتوار المعهد الوطني للموسيقى بقيادة المايسترو تميم هلال من كرني وفي معه 18 موسيقار وستة بغنوا عملوا حوالي الساعة نشوف الصور نعم كتير حلوة كانت الساعة لوحات فنية لوحات فنية لبنانية فريدلاط عفوا وديع الصافي نعم شو اسمه أصد ما كانوا ما بدك تنسي حدا فيروس صباح غنوا فيروس وديع الصاف طب لبنانية أربعة كانوا لبنانية ما في شي غيره وبعدين كان في صور لأهالي قرني الولاد الصغار رقصوا لنا وفي بنات غنوا نحن عاملينهم فرقة كرال وفرقة رقص بتدريب من قرني قدي كمان تشجيع للفن يعني قرني قديش عم بتشجع الفن والمواهب من عمر صغير حتى عم نشوف الطبيعة الحلوة وكان في جولة هاي قتب الطبيعة كمان خبرنا أكثر هاي دي آخر يوم هاي آخر يوم نحن تقليديا آخر يوم يوم الأحد بنعمل هايك الصبح بكير المعالم السياحية في قرني التوراثية الأثرية بلشوا من من كعب الوادي السنة الماضية لوصلوا لفوق طبعا كان باستقبالهم ترويقة عم نحكي نحن بتقريبا هايك شي أربعة كيلومتر وشوي وفارق بالارتفاع تقريبا شي ميتان وخمسين متر نعم بالارتفاع نعم هالمرة كان الهايك على شي تاني أوسع رح قل لك شغلي قرنيل ضائعة آآ آآ أكسجن فري هندرد برسان كل أكسجن هاي لاش كل أكسجن ونحنا بحاجة للأكسجن لاش كل أكسجن قرنيل هي خمس مليون متر مربع نعم في بكعب قرنيل مليون متر مربع كلها سنديين هال تنتد من تمانمئة وخمسين متر تقريبا فوق سطح البحر وصولا إلى تسعمئة وخمسين مئة ألف متر تقريبا هال بيبلش العمار نعم العمار بيخلص على الألف ومئتين ألف ومئتين وخمسين بيرجع بيبلش السناوبر قال بس ميس السناوبر الحيال السناوبر المثمر هالو يعني عنا تقريبا شي مليونين وخمسمئة ألف متر مربع سناوبر وبعدين فوق قرنيل في البحيرات طبعا قرنيل المشهورين هلو هن هاو دي منطقة قرنيل عقارية ولكن هاو بحيرات زراعية مستثمرة من قبل جماعة من جوار الحوز جيراننا من كفرسلوان بيجمعوا ماء للزراعة هادي هي بحيرات في شي خمسة وثلاثين بحيرة فأكيد سناوبر الأشجار هنا أكسجان بكل معنى الكلمة وهي دي نعمة مي بل مي كون في هالمساحات اللي موجودة مع أنه البحيرات تتعمل غاز دوميتان بس أنه فيه أكسجان يعني الغاز دوميتان بعيد عنه طبعا ما هو لأنه في هالمساحات بالزبط انقططوها شوالا وترويق الجبلية حلوة بعد الهيق طبعا مية بالمية وبعدين كان فيه كرمس للأطفال تاني يوم هيدا رابع يوم تاني يوم كان عنا برنامج فني حافر مطرب ومطربة ومبسطوا العالم وراقصوا ودبكوا وهايصوا مثل ما بيقولوا بالعربية مش راح أنا بكلهم نهشك بالشي أبدا هيدا اللي نحنا بالنسبة لإلي أنا والكونسيرباتور شي تاني والبنات بس كله عبر بلا أهوانين والبنات واللي من راقصوا وغنوا عبروا بكل حرية هيدا حفلة مابد منها ورابع هيدا الليبناني هاييس تحب الحياة فعلا تالت يوم كان بيور قرنايل ما في حدا كان عم بيلعب موسيقى أو عم بيدق أو عم بيرقص أو عم بيغني غير من قرنايل من الأطفال للكبار دبكي وغير وكل شي كلهم من قرنايل لذلك نحنا عم نتشبص أنه ما بدنا نشي من برة ما بدنا نشي من برة بدنا نحنا الحمد لله أكيد يعني إن شاء الله سنت الجي نقدر ننجح نفس النجي قدي هيدا الكلام اللي حضرتك عم بتقوله بيعلق اليوم لصغار والشباب وصبايا بأرضهم بضيعتهم بجذورهم قدي نحنا بأمثل حاجة اليوم لها الكلام اللي عم بتقوله حضرتك الموسيقى الموسيقى أكبر ثقافي لبني آدم بالأخص الأولاد الصغار طبعا الموسيقى الولد كتير مهمة لإله طبعا لأنه بس تكون لإله بيكون عم بيهدب أخلاقه من هو وصغير طبعا وخلينا نلهيهم ونبسطهم بالفرح وبالفن وبالموسيقى وينبسطوا ببلدهم بضيعتهم ينبسطوا بإرثهم وتاريخهم وتراثهم هلق نحنا منقول بيكون الواحد معصب يلا عملك في نجام كهو نفق سيجارة لا استمع إلى الموسيقى صح مش الموسيقى اللي بتوتر نعم بتريد العاد فيه أنواع من الموسيقى بتخلي الإنسان يرتاح النفس بترتاح أكيد أكيد تعطي كمفورت للروح وللجسد ولكل شيء للفكر أيضا كم اللي يعطي أكتر وللتفكير صح؟ بروح التفكير بيصير بغير مطرح بيرتاح طبعا أكيد يعني اليوم نحنا بس نعمل هيك مهرجان بلبنان وبدنا نرجع نأكد إذا كانت بقرنايل ولا بأي ضيعة بلبنان أو بأي منطقة هي للبنان ككل هي عم تنقل صورة بلدنا وشعبنا وحتى يمكن بكل ضيعة بتحس في قرف صحيح حلو وذكرت في معالم سياحية لكن وجولات سياحية بقرنايل وأنا ما عم حاول زعلك عم ضل قول قرنايل ما بده قول قرنايل 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 أبدا هاي هي فلنضلنا نحافظين كمان على كل شيء بخص قرنايل نعم فأديه حلو هيدا الكلام حتى الولاد يتعرفوا بضياعهم شو فيه معالم سياحية وتراثية خاصة بالمعرض نعم كان له دور كبير المعرض بالصناعات المحلية والموني الموني يعني عملنا كانوا عملين موني شيء كتير حلو يعني الكشك نحن مشهورين بالصنابر يعني مشاق رنايل بعيشها للضايعة يعني آخر مرة قدرنا نقدرنا نضم من السناومر مليارين و800 مليون حلو هيدا قرث بحد ذاته هاي ثروة ثروة طبعا وإن شاء الله السنة نطلع للأربع مليارات لأنه بينقذ الحالة المالية طبعا البلدية طبعا البلدية لأنه البلديات في حالة يرطلها صح يعني معلش السياسيين كتير بيطلعوا على التلفزيون آه البلديات ما عم تشتغل لازم تعمل لازم تساوي يا أخي عطوة ما فيها لواحدة كمان نحن عنا الأهالي ما فينا كمان نحملوا طبعا ما فينا نحملوا طبعا بس ولكن واحد بدي يضلوا مثل ما حضرتك قلت من الأساس بدي يضلوا يشوف الأبيض أبيض والأسود أسود ما في رمادة بدي يكون هالأد واعي بدي يعرف أنه في تغيرات وفي مواقف عمرار بتصير ما بدنا نفقد الأمل لا بوطننا ولا بأرضنا ولا بعطاءنا وشكرا لكم لأنه بعدكم محافظين على الطبيعة يليوم أشجار السنوبر كمان الحفاظ عليها وحفاظ على الطبيعة هي لحالة درس والسنديان لأنه تعرف عندنا غابة من السنديان رهيبة رهيبة طبعا أكيد فالحفاظ عليها هو لحال ونضال هو السنديان بحد نفسه فيه إله قانون خاص مش متل السنوبر إله قانون خاص بوزارة الزراعة يعطنى به مثل الأطفال طبعا مثل الأطفال وكل شي بالطبيعة واليوم كمان رحلتكم بالهايكينج يعني مثل ما حضرتك ذكرت كله بالطبيعة كمان هاي دي رسالة يعني كمان لحافظ على الطبيعة كل العالم نهتم صح كل العالم عم بيعملوا الهايكينج بالطبيعة اليوم الطبيعة نيتشر أكيد موسيقى بتريح الإنسان الطبيعة بتريح الإنسان يعني فيه أمور مش ضروري الواحد يظل معصب وكذا بيقدر يوز بدهوي يموه على الحال ويرفها نفسه فعلا لكن ما للمرة تانية على التوالي بين عامل مهرجان قرنايل على أمل للمزيد طبعا المهرجانات والنجاح وتضل بألف خير متل ما بيقولوا وتضل قرنايل عمرة بأهله ولبنان بألف خير إن شاء الله نحنا مندعي للبنان يكون بألف خير طبعا لأنه بدنا نورطه لأولادنا مية بالمية مية بالمية خلينا مع المشاهدين هيك نشوف السوشيال ميديا الخاص فيكم على أسفل الشاشة يقدروا الناس يفوتوا ويتعرفوا أكتر على كل النشاطات اللي بتقوموا فيها والجو اللي صار بقرنايل بهالمهرجان وكل النشاطات أنا بدأ أشكرك شكرا إليك شكرا إليك أستاذ مروان أعوار شرفتنا وإلى المزيد من هالمهرجانات الحلوة لعنجاد بتجمع الناس باللقمة الطيبة والشعب الطيب والطبيعة الحلوة شكرا إليك أهلا وسهلا ونحنا منتشكر مرتين الأنبيان لإستضافتنا ولحضرتك مدامنا لارا شرفتنا شكرا إليك على الاستضافة شكرا إليك مشاهدينا لهم يكونوا وصلنا لختام هذه الحلقة من شي جديد إن شاء الله يرب يبقى لبنان عن جد عامر بالأفراح والمهرجانات والبسمة الحلوة واللقمة الطيبة لأنه لبنان عن جد بطبيعته بأكله يا رب هيدا دعوة من الأب يا رب لكل لبنان وشكرا لكم لأنكم مستمرين بالفرح شكرا لكم مشاهدينا لحسن المتابعة معادنا بالجدد بكرة ونفس الموعد فأكونوا كتار إلى اللقاء